عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن روية في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر